اشتركوا في القناة شكرا على الاستضافة مرحبا بك قبل ما نبدأ في النقاش مع ضيوفنا نمشي وتقرير يرخص لنا أوجه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وأيضا مختلف الاحتجاجات اللي عاشت على وقحة تونس مؤخرا في تقرير زميننا ناجح فارحي تزامنا مع أحياء الذكرى الثامنة للثورة سعطت وطيرة الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد لكن أكثر الأحداث إلى من؟ كانت فقدان المصور الصحفي عبد الرزاق الزوربي اللي احرق نفسه في ساحة الشهداء بالقسرين احتجاجا على وضعيته الاجتماعية المترتية وانعدام مواطن الشغل في جهته وعلى أثر وفاة الزوربي شهدت القسرين الليلة الماضية احتجاجات وعمليات حرق للعجلات المططية اتطورت لرشق الأمنيين بالحجارة وانتهت بإيقاف تسعة محتاجين وإصابة ستة أمنيين الوحدة الأمنية حاولت معناها يكون معناها التعامل مؤثر لتفادي أي انحراف بالاحتجاجات هذه اللي تواصلت تقريبا حتى النص ليلة واربا أصفرت على إيقاف تسعة أشخاص كذلك إصابة ستة أمنيين وبعد نص ليلة واربا رجعت رجع الهدوء ورجعت حال عادي مدينة جبنيانا من ولاية اسفاقس شهدت زادة مواجهات بين الأمن ومحتجي على خلفية وفاة شاب في حدث مرور بدراجة نارية وانطلقت الاشتباكات بعد اتهام أعوان الأمن بمطاردة الفقيد ما أدى الوفاة على حد تعبيره وعلى إثر مقتل رئيس الجالية الإفوارية بتونس في عملية بركاج نفذة الجالية الإفوارية وقفات احتجاجية ومسيرة سلمية تنديبا بالعملية وخلال الأسبوع الماضي شهدت ولاية سيبوزيد احتجاجات ليلية وعمليات حرق للعجلات المطاطية احتجاجاً على الوضع الاجتماعي القائم وتحول عدد منها الاحتجاجات المناوشات مع الأمن أدت الإيقاف 13 محتجوا إحالتهم على القضاء سياسياً جدت دعوات المعارضة للنزول إلى الشارع للاحتجاج على السياسة الحكومية والوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم منذ المصادقة على قانون المالية للعمل في 2019 هذا المجنس ساقط لم يعد له شرعية ولذا عندكم حل رحيب دافوا على أفاسكم بالطريقة التي تشفوها دعوات الاحتجاج تزايدت مع تشكل حملة السطرات الحمراء التي انطلقت في الاعداد لتنفيذ سلسلة منتحركات الاحتجاجية بعدما قدمت نفسها لأنها حملة شبابية مستقلة على الأحزاب تم استلهامها من حملة السطرات الصفراء في فرنسا ولمواجهة ما تصف بالدعوات للفوضاء ظهرت حملة ثانية موازية أطلقت على نفسها حملة السطرات الزرقة قدمت نفسها أيضاً كحملة شبابية لكن معارضة فكرياً لحملة السطرات الحمراء تدعو للعمل لعدم تعطيل مؤسسات الدولة وبالتوازي مع هذا كان نفذ المحامين واتحاد المهن الحرة سلسلة منتحركات احتجاجاً على رفع السر المهني فيما يواصل ساتب التعليم الثانوي احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة في الأجور يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول زيادة في وجور قطاع الوظيفة العمومية على أمل إلغاء الإذراب العام المرتقب في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي القادم تقريباً كانت هذه الصورة في مناطق مختلفة من البلاد وليجالات سيدي بوزيد جبنيانا نيوم القصرين على خلفية وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزورقي الأسباب والخلفية تقريباً كلها معلومة حتى الجالية الإفوارية والمسيرة اللي شفناها اليوم في العاصمة وضع محتقن اجتماعياً واقتصادياً أزمة سياسية تونجيوها بعد لكن هذا الكله قاعد يرجع بالنتائج اللي قاعدين نشوفوا فيها الكل كيما اليوم زميل صحفي عبد الرزاق الزورقي فد من كل شيء خلى كل شيء وانتيجة كنت شوفنا هنا البرح العشية بيتا أولاً نحب نترحم وترحمنا تكلنا وتألمنا على وفاة عبد الرزاق وإن شاء الله تونس تتألم هذا واقع وشباب هيتألم وهذا واقع ما نجب ينكره حتى أحد الطريقة إن شاء الله ما تكونش جريمة مدبرة إن شاء الله كيما قاعدين نسمع إن شاء الله ما تكون جريمة مدبرة أما في حد ذاته الاحتجاج خليني نرجعلك على الاحتجاجات وديسمبر وشهر جانفي من كل سنة حتى تقريباً ثمانية سنوات نعيشوا فيهم وحتى قبل الثورة كانت ديما المطالب الاجتماعية تكثر في شهر ديسمبر وشهر جانفي والاحتجاجات تكثر والاحتجاج هو حق دستوري لكن الاحتجاجات الليلية هذا التقليد سيء ورنا الدول اللي صارت فيهم الاحتجاجات الليلية اللي تركب عليها رغم المطالب شرعية وشفنا الناس اللي تحب تحتجوا عندها حق وحق يكفلوا الدستور تحتج الصباح للضرب العام يصير السباح المحامين ضربوا واحتجوا واحتجوا السباح ووضع حقهم كيف كيف لساذة لكن كونه تولي عادة في تونس الاحتجاجات الليلية والتظاهرات الليلية هذا التقليد السيء شفنا ما عمله في سوريا وشفنا ما عمله في اليمن وشفنا ما عمله في ليبيا وضع اجتماعي سعيب وظروف اقتصادية سعيبة ما ينجم ينكروا حتى حد نتائجه وشكل متسبب فيه ومسبباته كل نجم نحكيه فيه الوضع نكونوا واقعيين حتى حد ما عاجبوا الوضع هذا الوضع اللي في تونس الوضع الاجتماعي والاقتصادي اما تقريبا ما زالوا في سنة عشرة اشهر على الانتخابات ما نحبوا نعمل نسقطوا نحتجوا الاعتجاج على مطلب شرعي دا كوردو حق من نجم ينقشوا حد باش نسقطوا الحكومة ونسقطوا نظام باش نسقطوا نظام ديموقراطي باش نجيبوا شنوع نظام باش نظام ميليشيات باش نعاوذوا الحكومة بنا آلية شنية الآلية الشارع ومشعتين الشارع ومشعتين الناس اللي تطلب الإسقاط إسقاط الحكومة نحكي نحب نفس الحاشتين مهمين جدا المطالب الشرعية والإحتياجات عليهم حق شرعي منجم منجم ينكروا حتى حد منجم يرفضوا حتى حد لا حكومة ويكفروا الدستور لكن إذا كان يولي المطلب سياسي إسقاط الحكومة وتصفيد حسابات سياسية عبر الإحتياجات الليلية تولي المستهدف هو الوطن هاو هنا 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 المفصل فاشكي يقولك هنا المفصل في السودان يحتجوا يحبوا يسكتوا يسكتوا نظام مش ديمقراطي احتجينا يحبوا نبدو الدستور يحبوا نعملوا فما يحبوا نحيو الناس اللي تحكم نصبروا شوية عشرة أشهر والصندوق هو الفيصل نحتجوا بش نحتكموا الأنقالية الأنقالية بش نجيبوا بش نعملوا حوار وطني حوار وطني دو مربع خمسة شهور حوار وطني الأخير تولي القول نحن قدام انتخابات قدام انتخابات المطالب مشروع لكن نحكي أنا منيش نحكي حاب نأكد مرة أخر منيش نحكي عن الناس اللي عنده مطالب شرعية ولا مشروع كيمة المعلمين كيمة الضرب العام كيمة السادذة كيمة المحامين كيمة المهمشين لكن في تونس ما عليش نقلده في الاحتجاجات الليلية وقلده في التقليد الأعمى اللي شوفنا أنظمة السارفة وقت اللي تاح النظام في 17 ديسومبر و14 جانفي ما كانتش احتجاجات الليلية كانت قد في الصباح وفي النهار وقدام الناس كل وفي قدام وزارة الداخلية لكن تتولي احتجاجات الليلية تتعرف شكون يركب عليها يركب عليها الكناتر ويدعمها المجرم ويدعمها السارق رغم أن يتفهم فئة تجب تكون مطلوبة خلينا في المشروع خلينا في الاحتجاجات المشروعة واليواقع المطلب الاشتماعي معاك جزء مو المطلب الاشتماعي توظيف سياسي والغاية منه هو إسقاط الحكومة صبرا جميلا بعد عشرة أشهر تفضلوا حاسبوا الحكومة هذه واضح ومنظومة الحكومة هذه عبر سندوق الاقتراع وهذه الآلية الديمقراطية الوحيدة وهذه عليش احنا قادمين نمشي وديريكت معناها انت تحقيت تحقيت في الجانب السياسي وإسقاط الحكومة وما إلى ذلك لك خلينا نمشي وللظاهرة مطلب مثال نحكي على سترات الحمراء قالوا الهدف منه واضح واضح جايين هالسترات الحمراء نجي معك محسن نابتي مش نعطيك بالأرقام على قل المظاهر اللي قاعدين نعيشوا فيها المجتمعية اليوم الانتحار 281 حالة إلى حدود أكتوبر 45 حالة دون 15 سنة هذه الفئة العمورية الهجرة نلقاوا اليوم هجرة منظمة وهجرة الكفاءات والأدمغة وعننا الحرقة اللي نعرفوها الناس الكل 55% شباب تونس يرغب في الهجرة 56% يرغبوا في الحرقة كيفاش نجمونا نفهموها نعم نقيراء نتوقفوا شوية عند هالأرقام هذه كيفاش نفسروها الأرقام شكرا على الأرقام أولا قدموا بالتعازي لكل الصحفيين في زميلهم والعائلته لكل الشعب التونسي كذلك تألمنا برشة للأحصل للرئيس الجيلة الإفورية وهي مأسيت وتونس لحقيقة تستاهل خير من هكا ما تستاهلش هكا معناها يصير فيها الأرقام إضافة الأرقام اللي تفضلت بها سيادتي كعجز ميزان التجاري 15.9 عزز ميزانية نسبة تدخم 7.5 رقم قياسي مديونية 75% بيض زيد الأعظام زيد 22.7 أولد مفقودة أحليب ما ثماش معناها الخضرة زيد 12.7 ما يحبون الشعب التونسي معناها السميد ما ثمش في بالك السميد اللي يعجنوا فيه التوينسة وفيهم اللي بيعوا فيه كسرة عاكاياسات عاليزوتوروت والواحد أمماتنا وباتنا والعائلات التونسية يعجنوا فك السميد شوية المدعوم ويبيعوا في الخبز بيش يصرفوا هذيا ما عادش احنا في الثمانينيات الأربعة وثمانين وفي اللي قبلها وفي اللي غيرها الشعب التونسي خرج لمثل هذه الظروف و17 ديسمبر حصلت لمثل هذه الظروف إذن اليوم إلا إذا كان سميد كان فمرا سميد فمرا نجعل كوليجي يدخلي واصل منعتيك متسع من الوقت معناها اليوم بعد سبع سنين وصلنا أن المواطن التونسي يدور ما يلقاش لحليب هذه أرقام الحكومة ورئيس الحكومة في أخر معناها إطلال امتع وقال المعارضة ما عندهاش رؤية يعطيك الصحة أنت على الرؤية اللي وصلت تونس اليوم إلى الإحصائيات 40 ألف متسول تونسي 40 ألف وقال لك ما يحتجوش في الليل تي هدونا يحتجو في الليل وفي النهار والصباح والعشية 600 ألف برباشة تعرف شو معناها برباشة معناها اللي بربشوا في الفضالات والواحد باش يعيشوا منها هدايا المجتمع التونسي بعد سبع سنين السادة وين وصلوه كيفاش ما يحتجش وين الاحتجاجات القسرين سيدي بوزيد جبنيانة نسيت منزل الحبيب والحامل اللي حبوا ينقلو لها الفوسفوجيبس يحلوا في مشكلة ويعدوا فيها الجماع الأخرين لحوض المنجم وعمال الحضائر السادة محمين مهندزين رجال أعمال يعني حبوا نقولوا وشكونا قاعد ما يحتجش ضدك ما هذه هي سؤال اللي يطرح نفسه اليوم أعطيني قطاع إذا كان الرجال الأعمال يحتجوا اتمسوا معاش قادرين باش يجيبه معناها ويربحوا وهو ما أساسهم إنهم يربحوا كيفاش تحب أنت من الموظف والعامل والمتقاعد اللي ياخذ في 120 دينار وياخذ في 150 دينار وشد عليهم الخمسة متاع الصباح قدام البوستة هذو ما يلزم يحتجوا بالشوية ما هيش حكمة رجال العمال ما هيش حكمة لوبيات رجال العمال الاحتجاجات هبية احتجاجات مشروعة ويلزم الشعب التونسي يحتج في فرنسا يحتجوا ويحب يسقطوا ماكران ما قال لهمش أحراموا ما نتصورش أنا يوسف الشاهد منتخب أكثر من رئيس الفرنساوي وما نتصورش يوسف الشاهد منتخب أكثر من رئيس التركي وما نتصورش يوسف الشاهد منتخب أكثر من رئيس الوزراء الأردني اللي صعدوا برلمان وطيحوا الشعب الأردني جراء السياسات التقشفية. شو معناها? خي معناها هي سك على بياض معناها كريني لهم القصبة غادي يجمعها باش يوصلوا تونس للمرحلة هذية. والشعب التونسي ما يجب ماشي حل فمه ومعناها خلاصة. قال لك شنو هتحب تسقط الحكومة? هي لازمها تسقط الحكومة. لو كان جي بعد دائرة المحاسبات خي دائرة المحاسبات. جابها شعبية ولا تيار شعبي ولا المحتجين متع القصرين. اصبر عليها واخذ بلستها بعد عشرة شهور. انت تصبر. اصبر بباشر اصبر. اصبر. عشرة اصبر. شكوم شكوكم شكوكم. لا اعمل هو يوص عليها. لا اجاوب التوانسا. شكوم مش يوصر. تجاوبهم انت. هي فكه مناة بركوات. سنة بعد عشرة شهور هزها الحكومة. مسهلش. ما حيشي شباه بعد عشرة شهور. اعشتي بهاي تول. شكوكم الشتاحياة. والشعب التونسي يزمى يخلط في شوارك. ويزمى حدس اللي هزله. من نحكي شو مع بعضنا بنا الي واحد ي 24 خط فينا يا موليfree بتاكم بنا الي واحد بنا الي واحد يقول نكن مفضلة Tوصل Brexit المتساعة من الوقت وليد 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 راقب نجموش انت مقاطعك شخلي يواصلت فاضل محسن نبتي وبعدك نعطيك الكلمة تفاضل مي هذي هي انا نحب نقولك حاجة شو ما تخطبط واسع بالك نحنا نحنا جانفي عشية جانفي وجانفي مختريس وتعرف انت في الفين وحداش اللي معناها لعبوا الدفاع الصحيح معناها على النظام في جانفي التوي عنيو وبعد نظام ديمقراطي توك ركح كورتك ورب صروحة وتقلينو تقص عليك ما كانش ببرنامج مش بشيسلك بطريقة هذه التوانسة بالارقام بالهم اللي عشوا فيه يزمهم يحتجوا طبق الاحتجاجات يزمها تكون مشروعة وتكون سلمية واهم واختر حاجة وهذه النصيحة هذه توجهت البنى علي في الفين وثمانية والفين وسبعة قالو له متهريش المعارضة ومتهريش التحاد الشغل راه ووقت اللي تخرج وجه لوجه انت والشعب يحصل للي تحكي عليه راه معارضة يزق تأطر واتحاد شغلي يأطر ونقى بيها تأطر ونقى بيها تأطر ونخونهم ونسبوهم ونقولوا ما عندكم حتى حكاية ويخرج النظام هو والشعب وجه لي وجهه تعرفش يصير يشير أسنع من 2011 والدليل أنه بن علي ملقاش حتى يكون يأمله تفاول بينه وبين الناس محمود بارودي يعني تقريبا ديش كيشون اللي سايرة في البلاتو ما هيش غريبة علينا ما هيش جديدة ديسمبر يتكرر كل عام ونفس الملامح جانفي يتكرر كل عام ونفس الملامح نفس التساؤلات حتى أحنا كصحفيين وكمقدمين نطرحوها في البلاتوات متعنا تقريبا على مدى ثمانية سنين وحنا نسألوا في نفس السؤالات من المسؤول وقتاش مش يجي الحل مش كون مش يجي الحل علش تأخر إلى حد اللحظة هذي هي الوضع يلي تقريب نكون واضحين ساعة احنا من الجيم مش ندافع الحكومة هنا ولا ضدها ولا معها الحكومة عندها ثلاثة شهر وتونس عندها ثلاثة لاف سنين احنا جايبش ندافع على التونس اليوم لأن التونس اليوم في منعرج خطير وخطير جدا والأخطر من هذا الكل أنه الظرف اللي تمر به الحكومة هذية على عكس الحكومات السابقة في السبعة سنين وثمانية سنين أنه هي وحدها نتيجة الأزمة السياسية لأنه قبل حتى في من 2011 إلى 2017 كانوا رأسي السلطة التنفيذية كانوا معاً تمتواحدين وقت اللي فهمة أزمات وفهمة مشاكل في البلاد مع الأسف اليوم الحكومة تجد نفسها بمفردها لمجابهة هل الاحتجاجات اللي هي في جزء كبير منها مشروعة ولكن العباد اللي راهنت على سقوط الحكومة انطلاقاً من مسرحية كرتاج العباد اللي مشات حكاية معك ريسيلة جارد وقتلهم ما تعطيهوش الفلوس لتونس لأنه اليوم الوضع خائب للعباد اللي حاولت بكل طرق إسقاط الحكومة اليوم عندها فرصة بالنسبة لها هي تاريخية وقاعدين فرحانين لعباد وتنتظر في هالفرصة هذية من أجل إسقاط الحكومة وأنا أقول لك الحكومة لو كان سقطت للمرة هذه لأنه تونس بيش تسقط يجب أن نردوا بالنا لأنه الوضع الاجتماعي صعيب صحيح من 2011 إلى حد هذه الساعة وحتى قبل 2011 ونعرف أن النظام بن علي سقطت نتيجة احتجاجات اجتماعية مشروعة ولكن الأخطر من هذا أنه اليوم بش تغير نظام بأي طريقة بش تغيروا بالإحتجاج وبش تسقطوا بالشارع شنو البديل اللي عندك اليوم بش تطرحوا اليوم البديل الوحيد هي الفوضى هذيك عليش احنا ينزمنا نفرقه ونكون وراهوا الاحتجاج مسألة مشروعة في الصباح اللعبات تحتاج ما فماشي حتى مشكلة ولكن انه الراهنوا انه انطيحوا بلادنا انطيحوا بلادنا انطيحوا بلادنا بش نفرضوا حالة معينة أو كما كانوا يقولوا لخيان حوار وطني على بعد عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية في هذا يصبح بث مش نرجع لكلمك محمد بارودي وكأنك تقر أنه هناك أزمة بين رأسي السلطة التنفيذية رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في الوقت اللي هما كل ما يحكيوا ينفيوا وجود هذه الأزمة ما يقولوا الأمور على ما يولا ما بش نستبلهوش العباد واحد تولس كاملة تعرف اللي فهمة أزمة سياسية وفهمة أزمة سياسية كل طرف يتحمل فيها جزء معين من المسؤولية ولكن تصبح الأزمة السياسية هذية في يد طرف من أجل إسقاط خصم سياسي موجود معاق في الحكم في الهنان اختر وهذي هو اللي ينزم النبه منه التواصل هراه اليوم رينا الشكون اللي يحرض ويعمل في السطورات الحمراء الشكون اللي يحرض ويحاول معانتها في أي مناسبة في أي مناسبة ولهنها بربي خلينا نفتح قوس لهنها تحية كبيرة لنوردين طبوبي لأنه الرسالة اللي وجهها اليوم إلى سيد رئيس الجمهورية رسالة إيجابية جدا ما نخليوش الحسابات السياسية الضيقة بتاعنا تخلينا نغرقوا البلاد لا رئيس الجمهورية لابد أن يكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة وهذه هو المسألة اللي يزمنا ركزوا عليه ينزموا كلنا اليوم اليوم رأوا كان بشتيح بشتيح فوق رأس النسكل بشتيح فوق رأس رئيس الجمهورية ورئيس الأحكومة وأنا وانتي كأعلمين وأنا كنا رأوا في الأعلم يلا يرحموا معانتها عمره منعرش أقل من 30 عام كيفاش معانتها صار فيه وأنا وكلك معانتها العملية ما خلي رينا تصور معانتها ووقت تواسطة يخموا على تصور كيفاش وقع قتله الشاب هذيه وحتى بشهات أخواته مع تفهم عبادة اليوم اللي قاعدة تدفع بالبلاد نحو المجهور ورأوا كيما قلت لك كيفاش تيح بشتيح أنا رأس ننس كل الاحتجاجات مشروعة لابد الانتحاد العام التوسي للشغل يكون الدور بتاعه إيجابي وأنا نتصور أنه حتى الحل باش يتلقاه مع الحكومة ومع الشركاء لكل اليوم من أجل أنه نخرجوا بالبلاد بتاعنا مع الأزمة والأهم هذا فما استحقاق انتخابي قادم في 2019 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون محمد قبلنا نعطي رأي حب تدقيق في الكلام اللي قاله سي محمود قال فما شكونا مشاه لكريستين لاغارد وقال لما تعاونش تونس لأنه الوضع هل تتهم رئيس الجمهورية أنه اللي قال هذا لكريستين لاغارد وعليش تحبوا رئيس الجمهورية قبلها يمشيكون محافظة بنك المركزي يوزير من حكومة الشادي الرئيس اخر واحد قبلها رئيس جمهورية اخر رئيس جمهورية لا ما قلش رئيس جمهورية قلت اخر واحد قبلها لا لا انا اكتفيت بالاجابة لاني فهمتها ونتصور الناس اللي تتفرج فهمت الاجابة احنا نتول مؤشرات الاقتصادية لكل معناها تقريبا ناس كل ماذا بها ترجع اش كنا في 2010 صحوا اللي كلها حمرة لا لا نحب ونرجعوا يعني نحب ونرجعوا نحب ونرجعوا كما كنا في 2010 اقتصاديا خلينا مسياس اما في المؤشرات الاقتصادية الهدف في متاع السياسين انه باش ترديماري البلاد نرجعوا كما في 2010 يحقق واحد محمد 2010 سميع المهدي المنتظر في تونس اقتصاديا في 2010 انا مش اعطيك بعض المؤشرات اللي بتتعلق بالقصرين فضل خلينا ناخدوه هي كمثال نسبة الامية في الولايات في 2010 القصرين في المرتبة 2020 على 24 ولاية بنسبة 30.5% اقل الولاية بن عروس 10.8% مؤشرات التنمية الجهوية بالولايات القصرين اللي الخرق في المرتبة 24 توزيع الانفاق العمومي للتنمية من عام 73 لعام 94 يعني الدولة قداش اعطات الكل ولاية معدل الاستثمار العموم للفرد يعني للشخص الواحد في الولاية في الفترة هذه الكل من 73 ل94 اقل من الحكم بورقيبة الحكم بنالي المعدل الوطني الدولة تعطي 73 دينار و 500 في بن عروس 165 دينار الدولة تعطيهم للفرد في باب التنمية القصرين في المرتبة 21 38 دينار نسبة البيطالة نسبة البيطالة نقول القصرين مرة اخرى في الطليعة اما ابدأ اقرأ من الاخر الجدول في المرتبة 22 نسبة البيطالة 2010 20.7% ونسبة بيطالة المتخرجين من الجامعات 38.5% في المستير 17.5% شمعنى يعني اذا في القصرين واحد عام سبعين مستواه ابتدائي يمكن اقرحوا بطال في 2010 عنده شهادة جامعية لاقي روحوا بطال هذا الوضع في 2010 في القصرين بيش وعدوا الناس اللي تعدى على القصرين في الثورة ناس كل تعرفوا بيش وعدوهم وعدوهم انو حالهم بش يتغير بالتاني كل شي مش يتغير نشوفوا وضع القصرين ما عمل الحلف فيه سبع الاف خدام تعرفش رقم المعاملات متاعه يوميا مياه وخمسين ديناء يبيع ماش جفال سبع الاف خدام يدخلوا مياه وخمسين ديناء لعد فما لعجين حلفة ولورق وفما زوز نقبات تتصارع في وقت عفيف شلبي كانوا بزير صناعة تعملوا 42 وحدة متاعه تكستي لفايدة باش نقوله العلامة يعني هي علامة فيرانسي توا ما بقى ويكونش أربعة أو خمس معدل إنجاز أي مشروع في القصرين من الفكرة للإنجاز هو سبع سنين ثم مشروع مدرسة هذا مشاريع الدولة ما قلناش الأفراد مشروع مدرسة في العيون العيون هذه هي ثاني أفقر معتمدية في البلات مش يعملوا فيها مدرسة الميزانية مرصودة من عام 2009 لليوم لم تضع حجرة حركة العمد حركة العمد في القصرين لم تتعلم لم تتعلم لأن النايب نسمي الأحزاب النائب النائب الأقوى من النهضة يجيب هو ليستا للسيد الوالي والنائب الأقوى من نداء تونس يجيب ليستا للسيد الوالي من اللي نجم يرضي لهذا لذاك يخلي العمد العمد كما هم نختم نلقى في موقع إذاعة قفصة تصريح بتاريخ 1 سبتمبر 2015 لرئيس البلدية للقصرين أنا ذاك سيناد العبس ايش قال قال تم الاتفاق في ولاية القصرين على تهيئة مساحة 300 هكتار ايش يعملوا اول مدينة ايكولوجية هذا في 2015 وقال الوكالة العقارية للسكنة هي اللي بشتعمل المشروعات قلت هذه من 2015 هذه يرى تبنى تشترها هذه التليفون وطلبت الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة قلت له ياسي محمد خامس هالمدينة هذه تحطتش حجيرة فيه قل لي لا رأوا المشروع هذا ما عملنا فيه شي لأنه ما توفرتش العرض وراه يلاقفهاش الدولة معطاتها كان في صبيط لم يتهيكتار بقي أنا قاعدين نحاولوا في البلديات ونقولولهم ألقونا أراضي باش احنا نجموا نبنيوا لكم نعطيك خبير بيهم القصرين المتحف الأثري بحيدر هذا تم افتتاحه مؤخرا أي بي على الأقل خوير بي قداش قاعد مسكر حداش عام واضح بي أنا بالقصرين ونعملك التشخيص هذا نحرق روحي ولا واحدة منهم يا نحرق اللي يحكمني يا نحرق روحي ونحرق اللي يحكمني من اللي بدأت الثورة من اللي بدأت الثورة لأنهم لكل وعدوا هم وعدوهم قالوا لهم حالك باش تتغير بينت لك أنه حالهم ما تغيرتش شنو تحبوا يعمل يحرق بطرق مختلفة يرمي يروحوا في البحر هو وقتل يتحدى القانون ويفسد ويتناول لحرابش هذك الكل شكل من أشكال الاحتراق أنت كدولة شنو عطيته حتى الأمل ما عطيته جسما وليد جلاد هذية قراءة برقية عطيها لنا محمد بوغلاب على الأقل في واقع القصرين بخلاف باقي ولايات الجمهورية اليوم المواطن اللي في مختلف المناطق هذية لاني مش أقول مناطق مهمشا لاني مش أقول مناطق داخلية ومأبدها من العاصمة لبنزارة البرج الخضرة تقريبا نفس الإحساس فقدان الأمل في النخبة السياسية لأن الوعودة التي قدمت بقيت حبرا على ورق إحساس بالقهر وبالظلم وفقدان سبل العيش الكريم اللي نادى بيه ما زالي نادى بيه 2010 حتى تكشل 2018 تقريبا نفس المطالب أون كونت خبقتي نرجع لك على المؤشرات عليش نقول مؤشرات حمراء اليوم نلقى الدينار تقريبا وصل المنح قياسي ومستوى قياسي في تاريخه 3.4 واحد أورو يساوي 3.4 دينار مداخلات العملة الصعبة تكفينا فقط لثمانين يوم توريد العجز التجاري وكل ذلك إيه شنو تحب يحس أنا كمواطنة عادية وعايشة في وسط كل هذه المؤشرات وكل هذا الواقع المرير كيف يتصرف المواطن في وسط كل هذا أولا الوضع وديما أكد ما قلت لكش الوضع به وكل مهبول يقول اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس به دوك خايب حاشتي برؤية وتصور أين الرؤية وأين التصور أسمعني 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 كي قلت لك أنا الأرقام هذه وجاوبت خويا محسن في 2010 اللورو بواحد فاصل ثمانية الميزان التجاري ما هوش في العجز هذا جملة يولا في الأخذر في 2010 القدرة الشرائية متع المواطن ما هيش هذه الكيلو التماطم والكيلو الفلفل والقفة اللي اللي الناس نحكي عليها قفة خالتي سالحة وخالتي سعيدة ما هيش هك ما هيش كيمة في الفين خير من هكا ببرش رغم هذا صارت ثورة رغم هذا رغم الأرقام هذه كل صارت ثورة قالي اليو ناس كل تتباه بالأرقام مش نحكي على أرقام الجهات فما مشكل حتى قبل الثورة فما مشكل كبير هو عدم التوازن في توزيع الثروة هذا واقع ما نجب ننكره رغم هذا قامت ثورة ما هيش فقط للأرقام وكيقامة الناس احتجت على نظام سلطوي أو متسلط مش ما نقول نظام نظام متسلط نقول اليوم عندك دستور جديد عندك نظام ديمقراطي عندك طبقة سياسية فشلت وكان فشل الفشل مش الحكومة هذه هذا عليش كنت نحب نحكيه نحكيه الفشل تداعيته قلنا نقول لك زوزرقام لان نحكي لك على الفشل زوزرقام اقتصادية وعندينيك يفشل العملة متانا والميزان التجاني متانا متحبوش تضرب في 2010 ننتج في 110 ألف برميل يوميا برميل نفط اليوم 2018 ستعرف في 40 ألف برميل نفط في 2010 كانت مدخول للدولة التونسية الدولة قل لقلت لحكومة الدولة التونسية من إرادات الفوسفات 2.8 مليون دولار اليوم في 2018 مدخول الدولة التونسية من الفوسفات 0.4 مليار دولار مليون مليون مليار دينار خليني قل التجليل هني جاي هني جاي هني جاي كلي في 2010 قداش يخدموا في الفوسفات يخدموا 8 ألف اليوم قداش يخدموا سنو عامل أضرب في الاربعة 32 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر 32 ألف في قداش ننجو في صفات في 3 ملايين طن الثمانية الاف في 2010 قداش كنا ننجو في صفات ثمانية ملايين طن ثمانية ملايين طن خليني 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 ثماني اللي سار في تونس بعد الثورة سلم اجتماعي سهل صارت فضيحة الدولة في الكامور تونس كاملة تفرجت مش حكومة بركة سلطة ومعارضة والناس اللي سكرت في الكمور وسكرت في الظانة منتع فوسفات فضيحة دولة عند قانون عليش ما تبقوش عند قانون وليت جلال عليش ما تبقوش هل الدولة هني جايك لسؤال الجوهري هل الدولة تنجم تفرض سلطة القانون تنجم مال عليش دولة لأنه ضعافت سي محمد والناس كل تعرفوا اللي اضعاف الدولة في الثمانية سنوات الاخيرة هذا ما سارش وسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا هي أزمة سياسية بامتياز وهي ضعف الدولة وهذا التوانسل يزوم يعرفوه سهل ياسر مش نجيه كلك حد شي ما مشاه هات نتعاونه على قضية فوسفات قفس وتعرف فوسفات مايش لقبات خطيلة اتحد العم توصير الشوك منعونك يا شخص مش مش عالمعارضة اني منعونك في انتي رئيس الحكومة وحكوم تبطحكم هلقا الحل يا اخي رئيس الدولة مش اعلن اللي مناطق الانتاج مناطق يعني الجيش هو اللي يحلق وقتين يمشوا في الكامورة اعطاهم النوار وعطاهم الورد خليني يقول لك يا اخي القرارة ذاك هل استطاعت الدولة تبقوا هل استطاعت الدولة تبقوا اليوم وضع خائب ووضع مزري وورايا وورايا وكننا كانت حبا قول لك كنا نتحملوا مسؤولية باي هذا تصيفك الأوضاء نسبة اللمو اللي نبكيو عليها في 2019 ولي جلال يا ملك اللي حكمه تونس من 2011 2018 تقريب ما زالت كان الجبهة الشعبية محكمتش باي برب يجاوبني على سؤال هذه للي جاوبني على سؤال هذه للي جاوبني على سؤال هذه للي جاوبني على سؤال هذه طيب الصندوق بشنور لأنه تقريبا الوقت أصبح بشنور الأزمة السياسية جاوبني على سؤال هذه في وسط الوضع المتأزم هذا يكون نسبة النمو المنشودة في 2019 واللي أقرت في قانون المالية 3.1% بالوضع هذه الكل كيف يجب فزابل هذه نجم نصولها برب يخبرك يا ملك أنا هو مستثم تحب ويجيه تبدأ بالنزول للشارع وحق وهو تخويم وهو احتجاجات وهو حرق عجالي تقرير دائرة المحافظات ما ننسوه وتقارير وفساد والتوظيف سياسي لأي سراع مجتمعي أناهي واستثمار تحبوه يتحقق في الأوضاع هذه وفي الظروف هذه شوف أصعب حاجة تعرفش نيامة هي مسرحة التوازم هي المسرحة سهل قول فلان وفلان بها وعليها وطاوطون وخرج هنا والناس كل تصفق احنا ولينا نحبه ونسمعه كان الكلام اللي ممنوعه فايدة محسن ايجي نقضي أنا ثورة ساهل برشا شوه معت أنا أتحمني وليد جلال أو غيري نقولك الوضع اليوم في البلاد باي الوضع خاير وانا بنتحمل جزء من المسئولية لكن 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 ما هو شوفنا ثورة الناديو بثورة أخرى شنوه الناديو بالشارع شنوه هاو شوفنا الشارع جاب يا سيدي جابنا احنا الشارع سيدي انسي محسن جابنا احنا الشارع هاو جبنا هاو فمك وارث ايه نمشيوا الكارث اخرى ايش نحبوا ونشعلوا بلادنا واضح واضح يودي يا راي بلادنا خل أنا بقول لك حاجة وصلت فكرتك لا ملات مهمة جدا لا بالحق خلينا نكمل كمات في 30 ثانية خلينا نحافظ على تونس ونتصارعوا داخل وطرها وكل وبعد فما صندوق فمقالية ديمقراطية رأوا مهمة سلحة حتى حد ياخد دولة ضعيفة رأوا اضعاف الدولة اليوم ممكن تفرح له خدر انتي في المعارضة غدوة كتولي في السلطة يرجع لي محسن نابتي نحكيه على مطالب تنمية وتشغيل وتحقيق الثروة في المناطق هذه المختلفة المستثمر يقول لك أنا كيبش نجي البلاد عليها شنجي أول حاجة يقذر لها يقذر المؤشرات الدولية والتقارير الدولية اللي تصير فيها تصنيفات لكل الدول باش يشوف يشوف الوضع الأمني في البلاد يشوف أيضا المؤشرات اللي قاعدين نحكي عليها الكل عنا اليوم تقريبا وضع مذذبذب في جميع في الأوجهام تاعه الكل كيفاش باش يجي الاستثمار الداخلي والخارجي كيفاش يجي الاستثمار في مختلف المناطق الداخلية ونحن على هذا الوضع المستثمر يقول لك من جيش أنا منغ عندي فلوس نحب نستثمره ونحب نربح ونحن كونت خو بارتي دوك ما يبنترش ما تصيرش عملية المجيسفة بهذا الكل هذا مؤكد لكن خلينا نتفقر وثمح فما نيس يحكموا في البلاد مثلا مش أشبيح معتها فما شكون يحكموا في البلاد عندهم سبعة سنين مسؤولين على الخراب هذا اللي حصل لكل فما حوجيت لازم ردوا عليها كريستين لغار والعرك خي معناتها رحنا والشعب التونسي مسؤول على جماعي يتعاركو شكوني صاحب كريستين لغار أكثر من صاحبه هذه هي واحدة الحاجة الثانية الفوضى والواحد أنا ننصح الإخوة اللي في الحكومة واللي مساندين في الحكومة ابعدوا على نصايح الشركة البريطانية ري مش مش تنفع معناها مش تتعديت عام الأول في نصايحها إثناء نصايحها مش طيح الحاجة الثانية سوريا يسيدي سوريا اتأمرت عليها السعودية وامريك واسرائيل خينتم متأمرين عليكم هذونا كي مش مونا عملوا في مقارنية مش تريلكم سي سوريا سوريا جابوا لها ثلاثمئة وثمانين الف مقاتل جندتهم قطر قطر ما يحليفت حركة النهضة حليفتشين لا تأمروا عليها من لول أسوات سوريا لا من لول تأمروا عليها بأسوات سوريا خليونا في تونس مشينا سوريا ومشينا اليمن ومشينا خلينا في تونس وخلينا في الوضع هذا انخيروا شعب تونسي ما بين المجاعة والفوضى لا بالعكس إذا كان ثم فوضى حبوه يمشي للصندوق وليد هو ما خصش عليك ما خصش عليك حليك ما فاضح حبوه يمشي يختار الشعب التونسي ويعاقب بالصندوق يا وليد وليد جليد وليد جليد خليه خاطر وقصيت عليها أكثر مرة خليه وصل إذا كان ثم مؤامرة على الدولة وهساسة مؤسساتها وتدمير بنيتها التحتية وهروب مستثمرها الوطنيين الداخليين ما شبالك في الخارج هكا مازال توضحاته عليها هو المجموعة اللي تحكم إذا كان ثم سترات زرقاء وحمراء وصفراء هو الجهاز السري اللي ما تحدثش عليها رئيس الحكومة في حواره الأخر واللي هو ينجم يهدد البلاد ويدفحها للفوضى وللتخريب كما حصل في المنطقة العربية الكل ارتفاع نسب أمية إدمان هجرة غير شرعية انتحار طلاق عنف 32 ألف اللي حكيوا عليهم في الفصفات خي هما لقووا بلاسة أخرى يخدموا فيها وكبشوا في الفصفات خي توا معناها في بالك أنت مريحة خدمة المناجم معناها 32 ألف 32 ألف 32 ألف هما في المراسة والبيئة يحب في الفصفات معناها 24 ألف هذونا لو كان احنا وفرنا مواطن شغل بديلة لو كان عملنا استثمارات لو كانت دخلة الدولة لأنه اليوم في الحالات هذه الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا هذونا معناها ذروة الرأسمالية والليبرالية وقت تصير أزمات تدخل الدولة باش تقوم بالدور التعديلي باش توجه الاستثمار باش تحقق نوع من التوازن الاجتماعي نحن دولة لنا رأسمالية ولا عندنا ما عندناش حتى رأسمال ما عندناش وينها الدولة باش تدخل في القصرين وفي الكيف وفي غيرها من المناطق باش هي تعمل بنية تحتية وتعمل استثمارات وغيرها الحاليك ثانية بالله الحالي الحاليك الآخر ثلاثين ثانية الغالثين ثانية كما هي الزميات لو يحبوا يش رسمين بي عم تخرج اسمات تاج الحليب باش نرجع لك محمود بارودي باش نرجع لك لكن نقبل ذلك نحيو على أزمة اقتصادية واجتماعية ألقت أو أزمة هي سياسية ألقت بذلالها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية باش نرجع على الأزمة هذية لكن نقبل ذلك تقرير لزميلة نهاجة جلاسي ثم نعود لليوم ما زالت ارتدادات فك التوافق بين البيجي قايد السبسي وحزب نيدي تونس مع حركة النهضة تلقي بذلالها على المشهد السياسي وبداية انزلاق الرابط بين القواعد اللي حكمت بين مختلف الفاعلين منذ انتخابة 2014 التعديل الويزيري اللي أجره يوسف الشهد وما رافقه من تجاذبات لتتجه الأزمة لمزيد من التعقيد والتشعب لانتقال الديموقراطي اللي عاشته تونس منذ 2011 يأخذ منعرج في ذوق تراجع سياسة التوافق وعودة ما قلت الاستقطاب وأطرحت الاقصاء وبالرجوع لجذور الأزمة اللي انطلقت حزبية في داخل نيدي تونس ومن خيار وإدماج حركة النهضة في الحكومة والتوافق معها موروراً تصفيت الحزب أمام بعض العناصر الأساسية وصولاً سيطرة حافظ قايد السبسي وتيهمه بإضعاف وإرباك الحزب الحزب اغسر الانتخابات الجزئية في ألمانيا ثم الانتخابات البلدية وهو مجر أيضاً لأعلن الردة عن التوافق مع حركة النهضة وقلب موازين 2014 وبعد التوافق النهضة في مرمى نيران الباجي قايد السبسي وهيئة الدفاع في قضية اغتية للشاهدين بالعيد والبرهني وفتح ملف اعتبروا مطلعين سياسيين ورقة نصيب السبسي بالإضافة إلى مشاريع الإقليمية لدخلت على الخط التدحرج السياسي يستمر أمين عام حزب ندية تونس السليم الرياحي يرفع دعوة لدى القضاء العسكري ضد الشاهد ومسؤولين في الأمن الرئاسي ونواب اتهمهم فيها بالتخطيط للقيام من قلاب للإطاحة برئيس الجمهورية وحسب خبراء سياسيين فإنه كلها معطية اتحيل على وجهة التسليم بوقوف الرئيس ونجلوا وراء الجبهة جديدة المفتوحة ضد الشاهد خاصة بعد إمكانية التكليف الوزير المقال من حكومة الشهد أما بروكورشيد بمتابعة القضية وفي كل هذه الزوبة المتجهة نحو فرض الذات في الاستحقاق الانتخاب القادم تتصدر حركة النهضة المشهد السياسي أوين أظهر سبر آراء أجرته سيجما كونسي الشهر نوفمبر الفرد تصدرها نوية تصويت في الانتخابات التشريحية القادمة بـ 6.1% الحزب الذات الأغلبية البرلمانية رغم تصدر المشهد إلا أن ملافات التهامات تلاحقوا وعلى إثر سير على الأخير بين القصبة وكرتاج غيرت الحركة في قواعد الاجتباك مع ندى أتونسو رئيس الجمهورية وتسعى لبناء خط جديدة تراعي فيه مواصلة تطبيحة مع مؤسسة الدولة بالإضافة إلى تمسكها بعدم التصويت لمبادرة المساوية في الأرض وبالتالي اليوم البلاد اتجهت بالعودة إلى مربع ما قبل 2014 لكن بصورة ببعض التغييرات هو التقلوبات اللي ممكن تحيينا لفرض توازنات أخرى بعيداً عن نهضة والنداء وين باش يتم الأعلان عن تأسيس حزب جديد يكون فيه شاهد زعيمه قد يبنى جهوية ومحالياً بالغاظبين من قيادة نداء تونس وقد يبني استراتيجيته الانتخابية على أرضية التنافس مع النهضة بتراجع سياسة التوافقات وتصاعد مؤشرات الفرقة والصراع وتصدع المشهد السياسي تدخل الأزمة السياسية في تونس من مرحلة صعبة بعنوين اجتماعية وأمنية واقتصادية تقريباً هذا هو المشهد السياسي في تونس محمود البرودي اسمعناها منش بش نرجع على تفاصيله الاتجاه الكله نحو الاستحقاقات الانتخابية القادمة في 2019 اسمعنا حتى بعض نتائج سبر الآراء اللي تحكي على نوايا تصويت خاصة التشريعية 36.1% ثم عزوف ثم عدم ثقة موجودة ربما يرغب التونسيين في ترجمتها احنا ما نتمناوش لأنه الصندوق يكون هو الفيصل مش تعبر انتي على رايك وتجاه البلاد وانتحب تمشي به لكن في نفس الوقت هون ينتسائل يعني تقريباً نفس الوجوه اللي نشوف فيها اليوم ما ثماش جديد برشا يتسائلوا وقتاش ألم يحن الوقت لتشبيب الطبقة السياسية وانه نعطيه فرصة لهذا الشباب التونسي للتعبير على الرأي ولوضع الاستراتيجيات للمشاركة فيها لعله هون يكون مخرج لكل هذه الأزمات يوى مريك بربي مش نربط الزوز مسائل والله هنا نتوجه للنخب السياسية والثقافية والإعلامية بمعارضتها وحكومتها واللي تحب نسي معتل كلنا تحملوا مسؤولية معتلنا اليوم وقت اللي نسمع محمد بغلاب يتكلم على على القسرين نقول عليش مش كل يوم نحكيه على القسرين وكل يوم نحكيه على سيدي بوزيد وكل يوم نحكيه على قفسها عليش نستنيه حتى تشعر البلاد في القسرين وفي سيدي بوزيد وقفسها بش نوجه أصعب على الانتهام سيوى كانت للحكومة والمعارضة اللي ماش قاعدة تقوم دورها ولهنها نرجع للمعارضة لأن المعارضة دورها الأساسي في تونس من الثورة إلى حد هذه الساعة ما قدمت حتى مقترحات حقيقية للخروج بالبلاد من الأزمة تسمع المعارضة تقول والله فلان بي وعليتي ما هو ذاك درشدو عمرها ما قدمت شي الإعلاميين كيف كيف ماناش قاعدين نتطرقوا المشاكل الحقيقية والأساسية اليوم في بلادنا هذك عليش اليوم روى الأزمة ماناش أزمة يتحملها السياسيين بركا أزمة نتحملوها الكلنا كانوا خب سياسية ثقافية أعلامية الكلنا عن بكرة أبينا أسباب في الوضع اللي عيشته اليوم لبلاد هذك علاش يزمنا يكونوا شوية معنا شوية نوع من المصدقية اللونتين تلكتوير بيش نقولوا لي احنا زاد جزء من المشكلة احنا كسياسيين نقولوا جزء من المشكلة كأعلاميين تقولوا احنا جزء من المشكلة كمعارضة تقول احنا جزء من المشكلة مش دي ما نطيش اختر من هذا احنا هذي هي النخب شو بشمشيوا ندزوا محمد بغلاب نبعتول التشاد ولا نبعتول البوركينفاس وواليد جلاد نبعتول دراوين ولا المعارضة هذك شعنا في تونس هذك هي النخب متاعنا هذك شعنا هذك هما السياسيين اللي عنا هذك هما الصحفيين اللي عنا هذك المعارضة اللي عنا وهذك الشعب اللي عنا ويبدلوا شعب كامل ما تشوفش اللي وقت بتعجيل جديد متاع سياسيين ينزمنا مراجعة مراجعة ساعة فينا احنا مراجعة كل واحد من ناحيته يراجع روحه يقول انا اش قاعد نقدم لهذه البلاد هذي وقاعد نبعث الامل وكلمة اللي قال محمد الصحيحة قال ما نش قاعدين نبعثه في الامل في التوازي لانه وقت اللي تبعث الامل للثونسي ما يبشيش يحرق روحه وما يحرقش البر وما يخذش المتعطاش المخدرات وما يبشيش يرتكب الجرائم وكي مارينا معانت الافواري اللي قتلوه البرح على ساك ما يبقى فيها ثلاثين دينار ولا أربعين دينار بشي ناحي وهلو تاريفون بخمسين دينار هذا وين وصلنا اليوم مع الأسف في تونس ولكلنا نتحملوا المسئولية اما كي كل واحد بش يجي تايش المسئولية يقول والله الحكومة دي ما دز على الحكومة دز على الحكومة مرة ثلاثة لاب سناء وذي اللي ينزم نقتنعوا بيه احنا كتواسر كل وضع صعيب ووضع اقتصادي صعيب ايجي المدودين للمعاظنا ايجي نقدموا ايجي نقترحوا حلول يا معارضة يا تواسع يا اتحاد عام توسي الشغل يا الكلنا يا صحفيين يا اعلاميين يا نخب يا مثقفين يا رياضيين الكلنا في كل المجالات مع الأسف تسمع كاللعبات تسيب وتضرب وانا كاو مسؤول نحاولو ندكتجو اليوم راو وقت اللي نحكيو على الفصفات ووقت اللي نحكيو على الأزمة الاقتصادية عليش ما نحكيوش علي من ايج بدو أزمة الفصفات كان كي تشعر في قبصة تسمع أزمة الفصفات ممتدة على كامل العام والحكومة لابد أن تنظر لها على كامل العام كيف كيف بالنسبة لجسرين كيف كيف بالنسبة لكل المناطق حتى في تونس العاصمة نفسها عنا مناطق مهمشة يجيو نحكيو عليها الكلنا ما نستنيوش نبدو نستنيو فيها هكا بش تشعر واندزو في زو صغار بش شعر زو زعجل ونخرجوه ونبدو ننظروا على التواسع ونعطيوه ونقولوا واحد دوك نرجع لمسألة الأزمة السياسية بربي خلينانا اي 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 جايتك جايتك اي مع تانسي محمد اي اي جايتك جايتك فقط فقط لا لا فقط فقط ينهيو نرجعك لا ما الكلام الي قاله محمود مستفز اي اتلميو وعطينا هلول أنت تحكم من أن temuände رئيس التحرير أنا رئيس الفرد هما يفرضون إتك even نحكي حتى يتصاب ش mrs نحكي حرقس الشعبي يحن عرقس الشعبي ماذا بتحكيük跟我 القصرين سمحني في الكلام لأخ 후보 أين ريتوا السب أين ريتوا السب だから السحفين يسبوا شكوه لك الصحافيين يسبونه وما شكوه نقول تسبعك السبب نحكي عن المعارضة نحكي عن المعارضة يعني الحقيقة ماري تسبب ليه مش هو نحكي عن المعارضة يوجد جسد المعارضة المعارضة ككل هو جزء من المعارضة ونت هو يدفع عليها المعارضة سيء مغلب علش أنتي قلنا روكي نتحمل المسئولية لا تعوم في الحوتة تماماً بشويه أخلاً ما نحبوش نتحمل المسئولية هذي هي مشكلتنا في تونس من 2018 وحدش. من لفين وحدش. من لفين وحدش. بربي نستفزيز. نحن نخمو في عشرين ثانية. محمود دارودي. مش كامل دول كلمة على عميسة. ما انت من حبش توقت بشجيه وبقتقول لكريسي لغار معناتها. لغار. ما انت محبيتش نستفزي. انا محبيتش نستفزي. ما انت ما تستفزنيش احنا قاعدين لقيوا على المشكلة بتاعها. نجيزوا نجيزوا بصراحة. احنا نضيفوا احنا نضيفوا على طول واضح محمود. واضح محمود. واضح محمود. نقولوه كما نحبوه. فاضل محمد بوغاليب. شوف اسمعني. ما اندي يبدو اللي احنا ماشيين في نفق البلاد الكل. ما تماش ارادة صادقة انه الناس تسمع بعضها. اللي يتكلم في البلاد هذي يكل على رسل. نعطيك ميثال. نعطيك ميثال بسيط. لا هو السمعان في انك يعني تنسط لي هيكا. هو التفاعل. وقت اللي انت تعدل من موقفك بناء على الملاحظات اللي تسمحها. ثم واحد. مسؤول. في المارين مارشان. ديوان البحرية التجارية. مسؤول امني. يلقى مجموعة قبلة في مناظرة. عليها شوبها ارهابي. قام بخدمته. قام بخدمته. قال هذن ما يتمش انتدابه. نايم في المجلس. في المجلس العتيد اللي عنا. يشهر به. على الفيسبوك. ويبعث سؤال الكتابي للوزير. وزير اندقم. والسيد معناها مرمده بحاله. بعد ما يقبلهم الهرابين ويدخلون. اللي يتكلم في البلاد هذه هيكل على رأسه. الاستقامة غير مطلوبة. يا سي محمود. انا مشيت لطبيق. قعدت عامين داوي عنده. وما بريتش. ايش نعمل. نقعد مداوم مع الطبيب هذك اللي وصلني للجبانة. الحكومة عندها عامين. انا اعطيتك مشاكل. بسطهم لك على الطاولة. ما قلناش الحكومة هي الشر المحض. وعطيتك مؤشرات تلفين وعشر كيف اسكان. بكنا كنا معناها لي العركوش. الوضع معناها تراكم مات سنوات. انت كحكومة تحكم. شو اللي قدمتو. قل لي شو اللي قدمتو. عندك مشكلة في الفصفات. شو اللي عملتو. باش تبدأ تقول. والله يا فلاق. والله البازي مش معاي. والجبان مش معاي. وحمه مش. ايه وانت. انت شو عملت. السيد هذا اللي حرق روحه. شنو الاجراءات اليوم كي عبد الرزاق هذا حرق روحه. او تحرق. الحكومة يفترض توصل الى الرسالة. هذا شو معناها تسمعني. الرسالة معناها يوسف الشاهد يعمل مجلس وزاري. ويقول كيفاش نمنعه انه تونسي اخر يحرق روحه. هذا يلزم الرسالة توصل. باش يفهموا التوانسة ان الحكومة هذه قلبها على التوانسة. اما وقتل انت تقوية تساكت. وتقوية تحكيلي. تونسة اللي نحبوها. وفالفاندو تسعتاش. وباش نعمل. وراو هذا ما يحبنيش. وراو عضل قيد السمسي قاعد يعمل. ايه وانت. انت تحمل الجانب اللي يتعلق بيه. انت فيه تقدمان. انت رئيس سلطة التنفيذية. ما تخيبش اعمال الناس فيه. طو اعماليك انت تحكي. انا شباب. يوسف الشاهد صغر مني. انا شباب روضة هي. انا نحكي مش على فارد بارك. على شنوها. انا نحكي تعمل قراع في مختلف الاحزاب السياسية. كل شيء بالاستطاع. والقيادات تلقاها لكلها. الشباب تقريبا. القيادة الشيابية الشبابية معيش موجودة. بنفس الرقم المطلوب. بنفس العبد القدوس السعداوي. 62% من الشباب التونسي لا يفقوا في الدولة. هذا كلموهم. تقريبا مزاني. قلولهم الناس هذومة كيفاش ترجلوا في قدكم في الناس هذومة. واضح. وليد جلد. نحكيه على انتما قدمتوا وقدموا البديل في هذا المشروع السياسي. هذا نجم نكون بديل. ايه تفضل. انا خلينيك احسن حاجة عملتها الثورة في في المجتمع التونسي. الى جانب الحريات والديمقراطية. هي كشفتنا على عوارنا. كشفت على الحقد الطبقي اللي عنا. كشفت على عديد الاشياء. احسن حاجة عملتها عنا. نرجع للمحمد. رئيس الحكومة سي محمد وانتي متابعة جيد. للمشهد السياسي في البلاد. خطاب منح الثيقة. اللي العهد اللي صار بينه وبين مجلس نواب الشعب. على ظوء توليه رئاسة الحكومة. ما وقال مش لاني بشي رد. البلاد جنة في الفين وسبعتاش والثمونتاش والثمونتاش وفين وتسعتاش. وصراح التوينسة في خطاب سبتمبر الفين وستاش. وصراح التوينسة وقال وضع مزري وضع. مش والبلاد بشتمر. بتلاثة سنوات كبيسة. لحظة لحظة لحظة. وقال واولويات الاولويات هو وقف هالنزيف هذي. والبلاد وعلش كنتك الناس بتحبش تسمع الحقيقة. البلاد كانت على شفاء الافلاس. وهذا واضح. واذاك عليه جيت وثيقة كارتاج والناس كل تلمت لانه البلاد كانت متجهة بالافلاس. بركوها ثمانية سنوات. بركت البلاد. بالانتدابات العشوائية. سنوات لولا نحن. بالعافو التشريع العام. بتبيع الترويكا. الترويكا. الترويكا على راسها الناد. لحظة. لحظة. الفشن لانتاع ثمانية سنوات حكومات متالية ومتعاقبة. هو اللي ادى للشي هذا. وقالوا رئيس الحكومة. وفي تحليله. البلاد كانت ماشية نحو الافلاس. وكانت متجهة. اليوم كانت الاولويات سي محمد. وهو وقف النزيف. وهو قاعد. لاحظة 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 يغير يقادي غير غير البلاد كانت ماشية نحو الإفلاس اليوم البلاد بداية الانفراش قائد سنة 2020 فما إجراءات وراهو التهديم تهدم الدار في دقيقة أما بشتبني عمل البناء والصعب نحكيهو على اقتصاد للعله اللي معاكم وهو علش تبتهموا في الاخرين كي ما هدموا في الوثلاثاش عندك ضامنات مشقاعدين يهدموا طوى فلي الوقت شوف فما مشكلة فما تفتح خليوا المجال ولي جلد انتهى الوقت فما مشكلة واضحة فما كسر عظم داخل مهاجزات الدولة معناها الصراع اللي قائم اليوم معناها استعمال الدولة وأجهزتها القصبة وقرتاج بما تعنيه من مؤسس مش يحيط معناها فيه إطار الصراع السياسي للاستحقاق متاع 2019 هذه الخطورة لأول مرة يتم استعمال جهاز الدولة فيه تصفية الحسابات السياسية المعارضة ما عندهش مقترحات المعارضة عندها مقترحات هم مش يسمعوا في بعضهم وميليشيات تاكي في بعضها فهم بالك انت باش يسمعوا لي مقترحات المعارضة هم مش يسمعوا في الاتحاد ما سمعوش المحامين انتو ممرة فاتت جبته معناها متاع وزارة المالية ما جاعدوش مع المحامين بش يسمعوهم بش ما تصيرش الأزمة متاع السر المهني هو في الأوضاع العادية في الدول لما أغلبية ثابتة ومستقرة وتفشي في نص المانداء وتوصل بالمؤشرات إلى ما وصلت له تولس تسلم العهدة نحن معاش نعرفه شكوله شكرا لك وقت النائب شكرا لك أيضا وليد جلال النائب عن كتلة شكرا لك محمود بارودي النائب المؤسس والنشط للسياسي عمد صاحب محمد بغلاب شكرا لكم أنتموا على حسن المتابعة مازال متواصل للحوار لكننا بش نخدم شكرا لكم على حسن المتابعة عننا نتقيق رجل إن شاء الله في لابسي قفيت حالة في لابسي قفيت شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة